يوسف أوباما في تصريحات لي رقم عشرة أكد لنا أنه ما عندوش أي عروض خالجية في الوقت الحالي قال نصا كده لم أتفاوض مع أي نادي ولم أتلقى أي اتصالات من مسؤولي الأهل القطري كان كلام كتير قوي أن يوسف أوباما رايح الأهل القطري وهو نفى هذا الحديث جملة وتفصيلا وقال لا أعلم لماذا تنتشر عني الأخبار غير الصحيحة منذ أيام كانت قال أن أنا عندي عرض من الدوري السعودي وكلها أخبار خاطئة 100% وأكد أن تركيزه بالكامل مع نادي الزمالك في الوقت الحالي وأنه ملتزم مع الفريق وبيحترم تعاقده مع النادي ومش يخش في مفاوضات مع أي نادي حاليا ولو تلقى عرضه هيكون من خلال نادي الزمالك ده بالنسبة لأوباما وتصريحاته لينا في رقم عشرة